نصحت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايزر المواطنين بتخزين المواد الغذائية والأدوية تحسبا لحالة طوارئ مشيرة إلى أن ذلك مرتبط بالوضع الذي تشهده أوكرانيا وقالت وزيرة الداخلية إنه في حال انقطاع الكهرباء لفترة طويلة أو فرض قيود قد تغير سير الحياة العادية فسيكون من الحكم وجود احتياطي من المواد الغذائية في المنازل ودعت الوزيرة الألمان للاهتمام بمنشورات الوزارة لحماية السكان مشيرة إلى أن قائمة الاحتياط تشمل مجموعة أغذية للحالات الطريقة معدة لاستهلاك شخص واحد ولمدة عشرة أيام